يعني ما بقى فيكم إن محنتوا لا تروحوا لحضن إسرائيل إن محنتوا أنتم ليسوا مجبل العرب أنتم جبل الجرب يا شعب السويدة أنتوا شعب خاين أنتوا أحفاد الخنازير وأحفاد شارون وأحفاد أتنياهو في عليكم يعني مو بالجحشني بتعبر عن غضبك مو بالغباء بتعبر عن غضبك يلي عم يصير بالسويدة اليوم ليس احتجاج وليس غضب بل هو فعل إجرامي وحقير يعني شو دخل مبنى المحافظة لحتى تحرقه شو حققت إنت يعني والوضع عام بسوريا مو بس بالسويدة والله في غلاء وفي قلة محروقات وفي فقدان للبانزين ولا كتير قضايا هذا وضع عام بكل سوريا وكلنا غاضبين من هذا الأمر كلنا ضد هذا الأمر وضد هذا الوضع النحن فيه لكن ما هكذا تورد تورد الإبل الإبل يا سويداء مو هيك شو يعني تروا تحرق مبنى للدولي أو تطلق النار عموظف بدي وجه رسالي لأحفاد الخنازير أحفاد جنبلاط أحفاد شارون وأحفاد نتنياهو هدول أهل السويدة اللي كانوا يدعوا أنه هن النشامي وهن الرجال وهن اللي كانوا يقولوا نحن وطنيون أنتوا نطلعتوا أكبر فاسدين أنتوا دنب دنب إسرائيل أنتوا جدتكم إشارة من إسرائيل بلشوا ضغطوا على الدولة وضغطوا على الحكومة كلنا ضد الحكومة كلنا ضد الحكومة قلبا وقالبا كلياتنا أي مواطن تسأل وأنا بيقول لك أنا ضد الحكومة بخراراتها بإفقار الشعب ضد المجلس الشعب كلنا بس ولكن منعبر ومنحكي ومننتقد بس ما منخرب أملاك الدولة أملاك الشعب هاي أملاكنا هاي بالنهاية هاي دي أملاكنا برجعوا بقل لك كلنا ضد الحكومة شو عملت هلأ انتي خربت الدنيا كل المحافظة خربت المحافظة لمين المحافظة تابعة لمين تابعة ما هي عم خلص لك أمورك والمحافظة هي اللي بيقول المرجع الرئيسي بالمدينة حرقتها يعني هلأ شو المنطق يعني شو عبرت انت شو عملت انت فقط عرفت عن هويتك القزيرة عن هويتك العميلي للإسرائيلي وللصهيوني لك معروفة لكل دول العالم لما بيتعرض أي مجتمع لأي ضغط بيعبر عن غضبه بيطلع بيوقف بهدوء أمام المعنيين وقفوا قدام المحافظة ما حدا ما يسكين قولوا يا أخي نحنا عنا أسئلة بدنا أجوب عليها ليش البنزين هيك ليش الغلا ورجعوا عبيوتكون يعني هي هي التظاهر هي رسالة بتقدمة ما بتزبط إذا ما احرقتوا لبنى المحافظة ما بتزبط إذا ما مزقت صور لرموز وطني هذا موقف يعني تعودنا عليه بالمنطقة هديك يبدو الحنين منكم لا إسرائيل يعني أخذ 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 يعني ما بقى فيكم إن محنتوا لا تروحوا لحضن إسرائيل إن محنتوا أنتم ليسوا جبل العرب أنتم جبل الجرب طبعا أنا مبعمم هناك شرفاء في جبل العرب وهلّا بدنا ياهون يبينوا في شرفاء ترفع لهم القبعة في جبل العرب مين انبسط أكتر شيء هلا؟ الجزيرة والعربية والسي أن أن كله هلا انبسط منك أنت يا شعب السويدة أنتوا شعب خاين أنتوا شعب بتبزقوا بالصحن الأكلتوا فيه أنتوا أنتوا كنتوا أكتر ناس مرفهين بسوريا أنتوا جنيتوا على حالكم هلا أنتوا الكل 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 ضدكم هلا أنتوا كنا معكم بمطالبكم بحقوقكم إيه بس هلا لا هلا أنتوا صرتوا زبالي أنتوا في مستنقع الصهيوني صرتوا هلا اللي بيخرب أملاك الدولة هذا صهيوني بتعبر بمطالبك بتعبر فيه بالحكي بالكلام إيه بس ولكن تخرب أنت فأنت صهيوني والبلحق جملات صهيوني أنتوا أحفاد الخنازير وأحفاد شارون وأحفاد نتنياهو تبيع عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة